بالامس كان هناك فيديو نشره المختل معتز مطر وقال فيه انه خلاص بعد سبع سنوات من الكفاح ومن النضال بين الحنات التركية وبين الشوارع والازقة في اسطنبول قال انا بطلت خلاص مش هشتغل تاني والله غالب وهروح مكان تاني وخلاص الاجازة المفتوحة اللي كانت من قناة الشرق اصبحت طلاق بائن بين معتز مطر وبين قناة الشرق وقال انه فيه مشروع ربنا يبعته لنا وإلى آخرون ونواصل النضال والكفاح إلى آخر ده مبارح فيديو انسمع منه كلمتين وارجع اقول لكم كيف لهذا المخبول انه بيواصل خداعه الدائم وكذبه الدائم وانه مشروع هو بيشتغل في مشروع بيبيع كل شيء كل شيء عند معتز مطر ورفاقه له ثمن كل شيء له ثمن كل شيء يباع ويشتره لانه واحد باع ضميره وباع وطنه وباع أهله وباع عرضه وباع إلى آخره وبيظن انه هو بيكافح في سبيل الله انا بقول له انت من الاخسرين اعماله من الاخسرين اعماله انت ولي كل اللي مشغالينك ولي معك تعالوا بس اسمع كلمتين من اللي قالهم وارجع اقول لكم هو كذاب وهو منافق وهو ضلالي ازاي اننا لا نثقل ابدا لا على تركيا ولا على قناة الشرق ومن اجل هذا اتخذنا قرارنا الصعب عيئة من شهرين باقاف برناميككم مع معتزم على شاشة قناة الشرق بعد سبع سنوات كاملة وقلنا حينها لو تتذكرون نحن في اجازة مفتوحة وسنعود الى شاشة الشرق اذا استطعنا ان نقف رفعي رؤوسنا بكامل استقام متحدثين بكل الحرية كما تعودتم مننا دائما عقوقكم علينا ان احنا نخبركم ان الاجازة المفتوحة مع قناة الشرق قد انتهت وعلاقتي بقناة الشرق ومعي فريق الاعداد ايضا قد انتهت رحلنا عن قناة الشرق الشرق في طريقها اللي اخترته ونحن في طريقنا اللي كتبوا الله علينا طبعا هو ربنا ما بيكتبش حاجة وحشة وده كل الوحش من انفسكم يعني لكن ايما النور ايما النور قال لمعتز مطر بشكل ضمني انت كذاب وايما النور فضح معتز مطر وفضح طمع وجشع وانانية معتز مطر ربما كان ايما النور بيتكلم بيرد بشكل واضح ودقيق على شيء ظن معتز مطر الناس هت هتقتنع به تعالوا شوفوا ايما النور قال ايه المعتز مطر بقول اعلن معتز قراره بانتاج برنامجه لحسابه بعد سبع سنوات هتوقف يا بريم على كده يعني هو ده كلمتين بيقول اعلن انه هينتج البرنامج لحسابه الموضوع حسابات الموضوع الموضوع مش مبادرات ولا مبادئ الموضوع مش وطن الموضوع مش مؤارضة الموضوع باختصار ايما النور بكلمة واحدة فضح كل القصة بتاعت معتز مطر والاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدوه بيقول انه معتز اعلن انتاج برنامجه لحسابه يبقى الموضوع حسابات الموضوع ارقام وحسابات وانتاج مش افكار انا جبتلكوا الكلام اللي معتز قاله بدغتغ بمشاعر الجماهير وسبع سنين وتوجهات وتوجهات وبحترم وبحب والكلام ده كله ما بيكلش عيش خلاصة الراجل طمع انه يعمل البرنامج لوحده وربما يلاقي حد يعمل له قانا لوحده وقال بدال ما ياخد ايما النور التمويل ويديلي منه جزء انا اخد التمويل وانا اشتغل وانا يبقى البرنامج بتاعي